موسيقى تكون الكلمة إلى السيد يوسف بن قاتو عضو المكتب التنفيذي لرابط التعليم الخاص فلتتفضل مشكونا الحزب بتقوان الحقيقة أنا جد نصرور المقل السعبو أن في خضم نقاشات دائرة حول إصلاح المنظوم التعليمي هذه المبادرة المتملزة التي بضر إليها حزب التقدم والاشتراكية مشكورا جدا لأننا في جمعيات أباء وأمهات وأولياء التلاميذ ما فتئنا ننادي الفعاليات السياسية اليوم تتشرف الكتابات الإقليمية باحتضان اللقاء الجهوي الثاني للمكتب السياسي حول منظومة التربية والتعليم والتكوين بالمغرب تحت شعار المدرسة المغربية سؤال الجودة ورهانات التنمية كما قلت هذا اللقاء يدخل ضمن مجموعة من اللقاءات التي يقوم بها المكتب السياسي حول جهات المملكة بخصوص هذا القطاع الذي يشهد إكرهات كثيرة وصعوبات جمع وبتالي الدور هو خلق نقاش بين مجموعة من فعاليات المجتمع الأكاديمية والحزبية والنقابية لمهتم بهذا القطاع لأنه قطاع جد حساس خصوصا بعد النموذج التنموي الجديد الذي كان المغربة والمواطنات والمواطنين يراهنون عليه ويتمنون أن الحكومة تقوم بتنزيل هذا النموذج التنموي أو قطاع التربية والتعليم ضمن البرلمج الحكومي ولأسف لحد ساعة أو لحد اليوم هناك إكرهات كثيرة تخص هذا القطاع اليوم حيث تقدم الشركة يقوم بهذه المبادرة من أجل رفع توصيات وأفكار للمكتب السياسي ومن خلاله إلى المؤسسات البرلمانية والمؤسسات الدستورية وعلى رأسها الحكومة الدستورية تحية جميع وسائل إعلام الحاضرة على تتمった لحد هذا النشاط وهذا اللقاء الجميل هذا لقاء البلناء الذي نشكر بالمناسبة الحزب تقدمه اشتراكي عن التنظيم به على الاتفاعتر المبادرة نحن في فدرانية وطنية المغربية جميع أبا أمامات وأولياء التنمية دائما كنا ننادي وندعو جميع مكونات المجتمع المغربي من أحزاب سياسية ومن منظمات المجتمع المدني ومن قطاع خاص كذلك إلى الانخيرات في تطوير منظومتنا التعليمية لأن التعليم يهم مستقبل البلد وكما يعلم الجميع بأنه جميع الدول التي حققت طفرة نوعية في تنميتها فهي بناء على إصلاح وتطوير منظومتها التعليمية وبالتالي فالطريق واضح لمن أراد التنمية ومن أراد التقدم فعليه أن يطور منظومتها التعليمية مبادرة حزب تقدم اشتراكيا نتمنى أن تلتحق بأحزاب أخرى وأن تقوم غرارة على غرارها نحن كأمهات وأولياء التعليمية قلنا نتم من هذا وأكيد أنه سيكون لها وقع لأنها من خلال نوعية المداخلات والنوعية المؤطرين فأكيد أن هناك توصيات مهمة جدا ستخرج من هذا اللقاء تاري ندعو أو نوصي بتنزيل هذه التوصيات وعدم تركها حبرا على ورق أو في الرفوف كما سبقتها أو كما سبقت عمجموعة من التوصيات وخلوح مجموعة من المناظرات وطنية ولقاءات وطنية نعم هناك تحرك ولكن للأسف الشديد ما زال دون وقع على الميدان دائما في كل اللقاء تتحول هذه اللقاءات إلى محاكمة منظومة التربوية الوطنية جميع تصنيفات الدولية تحاكم منظومة التربوية الوطنية وبالتالي هناك شيئا ما يعويزنا ما يعويزنا هو ما دعنا إليه صاحب الجلالة نصر الله وهو الجدية السلام عليكم ورحمة الله المؤسس لمؤسسة تعليمية في مارتيل وهناك في هذا اللقاء هذا اللي كينضموا حيث تقدموا الاشتراكية يعني حاول يعني إصلاح وتطوير المنظومة التربوية بولدنا حول الجودة وحاول يعني التنمية إلى آخره فأنا كلمتت هنا رابط التعليم الخاصة بالمغرب كجمعية ميهنية وطنية وستفتعوض في مكتب التنفيذي لهذه الرابطة أنا حاولت ممكن أنا أن ننقل الهموم ديال التعليم الخاص بالمغرب وكان نعتقد بأن أول شيء اللي يخصنا نأكد عليه هو أن التعليم الخاص هو شارك أساسي للتعليم العام احنا كان نعتقد بأن المدرسة المغربية هي دات شقين التعليم العام والتعليم الخاص وكلاهما يمثلوا المنظومة التربوية بولدنا وأي إصلاح وأي توجه نحو التنمية في هذا المجال ونحو تنزيل الجودة فينبغي أن نضع هذين المكوينين بعين الاعتبار ونعطيهم الحق ديالهم من أجل أن يؤدي دورهما خيرا ونحن نعتقد بأن المؤسسة العمومية خرجت أجيال وكيمؤسسة خصوصية هي مساندة للمدرسة المغربية هي واحدة واجهة آخر للمدرسة المغربية من أجل أن تتحقق النتائج المنشودة احنا شاركنا في جميع النقاشات تشميع القضايا التي تهم التعليم ببلادنا بدءا بالرؤية ديال 15-30 المجلس أعلي التعليم للتربية والتكوين والبعث العلمي شاركنا في نقاشات قانون الإطار وإنضاج وحمج موعة من البوند هذا القانون هذا وكل ذلك من أجل أن تكون لنا إضافة أخرى وإضافة نوعية في هذا المجال وليكون التعليم الخاص ليس فقط هذه المؤسسة التي هي فقط تجمع الأموال لا هذا التصور الذي في كثير من الأحيان بعض الإعلاميين سمحهم الله ولكن الآن هذا الإعلام يحس أن التعليم الخاص بك يؤدي على المهمة شريفة ونبيلة فبعض الإعلاميين نطيب على أن هذه المؤسسة خصية فقط هي جابية للأموال ولكن في المقابل نحن أريد أن نرى المؤسسة خصية ما تقدم يعني الآن تقدم تضف واحد كمهائم الأساتيدة والأطور وكفاءات وكمهائم العامين في مجال الخدمات وكتسبع واحد كمهائم التلاميذ كتب مليون تلاميذ على الصعيد الوطني فإذن هذا الشيء هذا يعطي المؤسسة الخصوصية أنها يعني خصت تكون واحد مكوين أساسي وتعطيها الدور اللي يخصتكم به في بلادين شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم